صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين والغر المحجلين ما خاب من تمسك يا أبكم وأمن من لجى إليكم سعادتي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما الله من دهر جفى أهل الإبا وشملهم صيره أيدي سبا فهل له عندهم من ترة إن وجد الفرصة فيهم وثبا إياه ألا تر ابتلاءه أهل العبى ومن إليه منتما وانتسب أفديتي مي مسلم أفديتي مي مسلم إذ أسرى وفي سجن الدعي أفديتي مي مسلم إذ أسرى ظلما وفي سجن الدعي عذبا حتى إذا ضاقا بما نالهما ذرعا وأمر الله جل اقترب فخاطب السجايا في أمرهما وبالنبي المصطفى تقربا هناك خلا عنهما فانطلقا لا يعرفان مسلكا ومذهبا سارا بليل وهما لم يدريا أين الطريق يطلباني مهربا خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان احنا منهى البيت النبي يوبينا الدهر خان مسلم أبونا والأهل كلهم سلاطين جدنا علي صاحب البيع وخالنا حسين وإلي وذيت العشير صاحبها صايح البين ضلاوا على حر الثرى وضاعة النسوة وإحنين هزمنا وعلينا هجمة الخيل بالبار توهنا وعلينا هود الليل ولا درين اشصار بالنسوة والعلي يقولون جابوهم سبايا لارض كوفة قالهم شعبتوني يوفد قلبي حشيكم أصغار ويتام شحال قلبكم عليكم من أيام يا بعد الأهل مر بسبيكم فوق المطايا وخالكم راسي على سنان بعيني شفت حرى على ظهري المطية ذوبت قلبة نوح نوح الرعبية كل من نظرها قال هذه خارجي نوب تحن ونوب اتباري الرضع ويلي ومرت علينا قابلاها ودجوة لمهان حرم بظهرها من النواع اتفت الأكباد اتنادي فجعني ذبح أخوتي وفقد الأولايات ضاعو أولادي بها البارخة أي فغيلة العدوى آه عايني تشابع للمطي مجيدين شن عليلوا بالسلاسل باهضين يأكل ما يوني وحش العالم ونيني شن مريض من العل الجسم نحلا قل على وصفك هليم غلل بالزناجيل هذا البقية من عشيرتنا البهالي واللي يتحن ويتباري النسوى والإعليل هذه الودي عم خد ريات فارس الفرسان يولي وراها فوق ناقة جر والنين تنعى على الأولاد هذه الضايع منه ويالي يتنبى الخبر لا أكشر ما سمعنا ويالي يتنم نوي العشير فرد ميدا لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيب مجالسكم ولول قلوبكم بذكر محمد وآل محمد نقف في تأملنا لهذه الآية المباركة من سورة البقرة على رد وبيان وتحذير الرد أولا من قبل الله سبحانه وتعالى يأتي على أولئك النفر من اليهود الذين أصابهم الغرور وعلاهم الكبر وأصبحوا يعتقدون بأنهم شعب الله المختار وأنهم أفضل العناصر المخلوقة بهذا الكون وأن لهم ميزات عند الله تختلف عن ميزاته بقية الخلق فكان من ضمن زعمهم ما ذكرت وأشارت إلي الآية السابقة وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودا العصات من عدوم يقولون من يدخلون النار يخلدون فيها وإنما يبقون فيها مدة قليلة هي معدودة من حيث قلتها فهي تعد يقولون أن أيام قلائل الله سبحانه وتعالى يدخل العصاية عملية تأذيب لا أكثر ولا أقل ثم يخرجون من النار إلى نعيم الجنة الخالد الأبدي والله سبحانه وتعالى يرد على منطقهم اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون ثم بعد ذلك يجي يبين هذا القانون ويبين هذه القاعدة العامة التي تجري على الكل سنة تجري على كل الناس وماك فيها استثناءات لأحد من الخلق وإنما العقوبة جارية على كل واحد من الخلق بغض النظر عن ماهية عن عنصر عن لغة عن هوية عن انتماء عن مذهب عن 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 إلى آخره كل الاختلافات دين تذوب ضمن هذا القانون من كان يجري عليه القانون فهو جار عليه ولا يستثنى من تطبيق هذا يعني قضايا واصطات وتدخلات الآخرين هنا متنفع بعض بلى من كسب سيئة وهنا نقف عند هذه الكلمة قبل كل شيء الله سبحانه وتعالى يقول أن كل واحد من الناس يكسب سيئة ويغرق في ذنوبه سيكون من المخلدين في نار جهنم من كسب سيئة هذه اللفظة أو هذه الكلمة كسبة يقول أهل العلم وأهل اللغة تشير إلى أن هذا الإنسان المقترف للذنب مارس الذنب واقترفه عن عمد وعلم واختيار منه لم يكن مجبرا عليه لم يكن مجبرا على فعل ذلك ولا مكره ولا القضية قضية غلبتها ولا وإنما هو يعلم بهذا الذنب وهذه السيئة وهذا الخطأ وهذا الحرام مع ذلك هو ارتكبه هو فعله مختارا مريدا لفعل ذلك هذا المعنى من كسبه ثم أكو إشارة مهمة جدا في هذه الكلمة رد على فكرة خاطئة عند الناس أكو بعض الناس يعتقد أنه لين ينتفع إلا إذا مارس ذلك الذنب ما راح يستفيد إلا إذا اقترف تلك المعصية ما راح يحصل شيء إلا عن هذا الطريق المحرم يقول لك أنا مطار أنا أريد أكل أريد أشرب أريد أرباح أريد كذا فمن أجل الكسب من أجل الربح أنا أكذب من أجل الكسب والربح إذا ما فعلت أنه تجارة من بعض الناس يقول له ليش تسوي الشكل ليش تغش الناس يسدلس عليهم ليش تخلط الزين بالشين يقول لك والله إذا ما سوينا الشكل تجارتنا تكسر ونخسر أحلى بعد ذلك عجيب سين عندك حل آخر هذا جيد وهذا أقل جودة أعطي لذاك الجيد ثمن أعلى وهذا الأقل جودة ثمن أقل والناس بخيارهم اللي ياخذ ياخذ أما تجي تدلس وتخلط الحل الزين بالشين والفاسد بغيره فهذا أمر لا يجوز نروح إلى السوق وقف على خصوصا فيما يتعلق بالقضايا اللي تختلط على الناس وإذا جاك من بعضهم ما يفتهم دين ريد يشتري سمك دين ويحط لبالك الشكل دين وذاك ما يدري ما يعرف السمك الزين من السمك الشين شي السمك زين وسمك دين شي نوع الشكل يبيع ليش تسوي الشكل السوق تطلب الشكل التجارة تطلب الشكل العمل الشكل لازم لازم يعني أن أراب لازم أدخل الكذيب لازم أدخل الغيبة لازم أفعل لازم كذا حتى أربح عمري ما ربحت إذا كان طريق الربح هو الحرام ومشكلة هؤلاء أنهم يتصورون أنهم يربحون من وراء ذلك ولا يعلمون أن هذا الربح الذي يدخلون على أنفسهم عن طريق غير مشروع الله سبحانه وتعالى صحيح يدخل إليه أموال فائضة أموال من جهة الحرام لكن الله سبحانه وتعالى من باب آخر يوزع هذا الذي يكسب بالحرام أضعافه كسب إلى عشرة يبتليه بمرض أو بخسارة بحادث معين يخسر عليه مئة ما استفاد إذا ما استفاد شيء لكن من يتنبه إلى هذا الأمر يتنبه إليه الذين يخافون الله سبحانه وتعالى ويرجون ما عنده عمري ما ربحت وعمري ما استفد إن كان طريق الربح والكاسب هو الطريق المحرم عند الله يترك إذن من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة الخطيئة هنا كلفظة هي في الأساس تستخدم لما يقترفه أو يعمله أو يأخذه الإنسان عن جهل بمعنى آخر عن غير إرادة وعن غير قصد وعن غير عمد بعكس الكسب الكسب قولنا بإرادة باختيار الخطيئة لا أخوذ من الخطأ بالنتيجة لكن شالي يصير اللي يصير أنه صحيح أنه أنا أرتكب اليوم خطأا دين أرتكب محرما عن طريق الخطأ أرتكب محرما عن طريق الخطأ افترض أكذب افترض أغتاب فلان افترض أفعل شيء دين ماشين عن طريق الخطأ عن طريق غلبة الهوى عن طريق الإكرار غير ذلك أقع في خطأ عن غير قصد وإرادة واختيار مني الله سبحانه وتعالى برحمة يعطيني مساحة من الواقت من الزمان قل يالله أمامك باب التوبة مفتوح قبل أن يغلق توب إلى الله استغفر الله ولا تعود إلى مرة ثانية إذا رجع فإن التوبة تمحل حوب حوب يعني الذنب آثار الذنب يمحى أو تمحون ثم بعد خلاص ما يصير إلى أي وجود وأي أثر لكن المشكلة أنه لما تصير إلى بعد ذلك كوبيات مثل ما يقولون نسخ متعددة الخطأ فعل منفرد يتكرر يصير عند الإنسان حال يستمر الإنسان على ذلك الخطأ متعمدا يصير عنده ملكة وإذا اشتدت الممارسة عنده تتحول شنوه يصير وجود كله هو الخطيئ هذا الوجود البشر الإنساني الجميل الرائع إنسان مأخوذ من شنوه بعضهم يقول من النسيان لكن بعضهم يقول لا من الأنس أن الإنسان مخلوق يأنس بالآخر ويأنس الآخر به يأنس ببعضه البعض يألف ويؤلف من الأنس يعني تمام لكن هذا الإنسان الذي يؤنس ويؤلف إذا اشتدت معصيته وأوغل في الخطيئة إلى حد الإغراق ما يصير 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 هو مسخ مخيف مرعب متوحش ذيك الإنسانية ما لا تدخل وهنا التحذير الرد أولا على بني إسرائيل البيان للقانون العام أنه كل واحد يفعل من الناس فعلا شائنا إلى حد الإغراق يكون من المخلدين في نار جهنم ويأتي هنا التحذير الإلهي لمن يقرأ ويتأمل ويسمع احذروا دين احذروا السقوط في الخطايا إلى حد الإغراق والتماهي إلى حد اللامبالاة يوم اليوصل الإنسان إلى ذيك الدرجة شنو يصير هذا الإنسان بعد قلاص المواعض لا تجد طريقا إلى قلبه النصيحة يصير العقل مسدود عن قبولها التوجيه أبدا لا يحصل إليه استقبال عنده مو الشكل بل قد يصل إلى أردى من ذلك وأعظم من ذلك وهو شنو أردى وأعظم من ذلك أن الإنسان يعتبر النصيحة بالنسبة إليه جرم في حقه وعيبا له استهزاء سخرية لما واحد انصح وإذا قيل له اتق الله شي صيد أخذته العزة بالإث تنصحني أنا أنا توجهي لي الكلام أنت من أنت من عجيب جاي أنصحك جاي أرشدك المسلم أخو المسلم لا حبيبي خلاص بعد طلع من الإسلام طلع من الإسلام لما أحاطت به خطيئته أحاطت به يعني انغمس في المعاصي إلى درجة أنه المعاصي شكلت عليه حائطاً كل النوافذ للهداية للإرشاد للموعظة أغلقت كلا بغران على قلوبهم خلاص انتهى كل شيء بالنسبة إلى هذا الإنسان أصبح القلب قاسي أصبح الضمير ميت الإنسان تحول إلى وحش مرعب مخيف يحذر الناس شره وضره وهذه مصيبة المصائف رسول صلى الله عليه وآله 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 يجي هنا يحذر يحذر سكر الخطيئ يحذر سكر الخطيئ فإن للخطيئ سكرا كسكر الشراب بل أشد سكرا منه سكر الخطيئ أول يشبه بسكر الشراب بالمسكر يعني بعدين لا يستدرك الرسول يقول لا السكر ما للخطيئ هو أشد ظررا وأذية للإنسان لأن هذا يقرأ الرسول قول الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون عود ما أكو عود ما أكو خلاص انتهى الطريق به إله راح يسير إلى أن يصل إلى قعر جهنم والعياذ بالله ويقول أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب ألا إن الخطايا خيل شمس خيل شمس أي جموح صعبة الإنقياد تتمنع من ركوبها ألا إن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجومها فاقتحمت به من النار والعياذ بالله حتى لا روح أنا وياك بعيد أنت هذه الليلة نموذج من أفضع النماذج اللي مرت على البشرية من أولئك النفر الذين أحاطت بهم الخطيئة فأعمت بصرهم وبصيرتهم وأماتت قلبهم وضميرهم ومسختهم مسخا المسخ لعله قد يكون من الحيوانات أرحم من مثل هذا البشر وهو حارث ابن عروة طلع على الإعلام ديني الأموي من دار الإمارة أن أن ولديني صغيرين لمسلم ابن عقيل قد فر من سجنهما وأن من يأتي بهما له الجائزة شون مقدار الجائزة ألفي أو ألفا درهام أنا أبيع ضميري وإنسانيتي وديني وعقلي وأهيي النفسي من أجل ألفي درهام شو تساوي هذا إهانة لك لا حبيبي هذا يفهمه العاقل يفهمه لعند دين يفهمه لعند ضمير يفهمه لقلب حي يفهمه أبو العزة أبو الكرام أبو الإبائي أما هذا الإنسان عبد الدنيا عبد الدينار والجرام هذا الإنسان الذي كله تشوه عقلي نفسي قلبي ماكو عنده شي سليم لا تتحدثوا يا بهذه اللغة خلاص وصل إلى النهاية اللي طريقها مباشرة إلى قعر جهنم شوى الرجل أخذ فرسا وقام يبحث في أزقة الكوفة وفي بواديها وما حواليها بحثا حثيثا يريد أن يصل إلى الغلامين قبل أن يصل إليهما أحد غيره في يأخذ الجائز يسبقه أتعب نفسه أهلك فرسه فرس يولون من شدة الجاري والتنقلات خلاص سقطت وماتت تركها مجبر يترك تركها وراح يمشي على قدميه يمشي على قدميه يبحث عن الغلامين والغلامان قال كان قد حملهما القدر إلى داره واستطافتهما زوجته وأفردت لهما دارا نفس الليل وإذا الباب يطرق من الطارق بهذا الوقيت من أنت ما تريد قال ويحكي افتح الباب فقد كادت نفسي أن تزهق من شدة التعب عجيب شو اللي صاير شو اللي مسأوا بك الحم ومصلنك إلى الحالة فأخبرها عن جائزة عبيد الله بن زياد وعن قضية ولدي مسلم بن عقيل ارتاب القلب والطرب خافت على هاتي يا ذين اليتيمين لين أن يؤذيهما هذا الخبيث بشي سوي حاولت أن تصرف تصرف تصرفه عنهما لكن الرجل خلاص قد باع دينه وماع انسانيته وضميره بحفنة من الدراهم ما ينفعوا إياه بعد يا نصيحة يا توجيه يجد قدمت للطعام والشرام خليه ينام ينخمد 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 وينتهي ينسى هذين الطفلين لعلها بعد ذلك تجد ملجأ أو مهرب نطلعهم لكن القدر أراد لهما خروجا آخر بالليل قريبا من الفجر رأى الغلام الأكبر منهما دين في منامه كأن رسول الله وأمير المؤمنين دين يعاتبون من يعاتبون الوالد العزيز مسلم مسلم شلون ضيعت أولادك بالكوفة وخليتهم وجيتنا عنهم ليش ما جبتهم وياك قال عما قريب يصلون إلينا انتبه الأكبر منهم متفزع هذا وين متربي متربي في بيت العلم في بيت الطهارة يفتهم معنى الرؤية أيقظ أخاه الأصغر أخي اجلس أحدثك برؤية رأيتها شنو الرؤية كلها الشكل الشكل قال وأنا رأيتك ذلك فبماذا تفسرها قال لا أظن إلا أن هذه الليلة هي آخر ليلة من عمرنا وغدا نقتل نلحق بأبينا مسلم برسول الله برسول الله بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ثم قال له تعالى إلي أودعك وتودعني أتزود مني تتزود مني آخر ليلة ننتقي فيها بالدنيا احتضن أحدهم الآخر وصار يبكيان فوصل صوت الوكاء إلى الحارث لعنة الله عليه هل سمعت يسأل الزوج المرأة المؤمنة هل سمعت صوتا قالت لا لا تريد تخفي عليه تصرف نظرا قال بلى قد سمعت صوت من عندنا من تخفينا هنا في البيت يقول شاء للسراج وراح يبحث في الغرفة اللي هم قاعد يمديهم فوقع بصره على الغلامين يا أبيهما وأميه من أنتم وما الذي جاء بكما إلى داري خافا وارتعبا شي سوون قالا إذا أخبرناك لنا الأمان إلنا الأمان أخذا منه الأمان أخذا منه الأمان لكن أي أمان اللي خبيث أي أمان اللي مثل هذا الإنسان فحدثاه وأخبراه بأمرهما قال عجبا لقد أهلكت فرسي وأتعبت نفسي في البحث عنكما وأنتما في داري من شدة غضبه وقهاره رفع كفه فصفع الأكبر على وجهه ألقاه إلى الأرض شال إيد الثاني أو صفع الأصغر على وجهه ألقاه على أخيه وإذا الدماء تسيل من ثناياهم تتعجب القصة لما اطالع سيرته سيرتها كأنها مقتل مسلم ابن عقيل فيها تشابه كثير جدا في أحداثها ووقائعها كأن الله سبحانه وتعالى أراد لهما أن يلقي مواساة منهما ما لقي أبوهما مواساة منهما لأبيهما هكذا كان ثم أنه أوثقهما كتابا إلى أن أصبح الصباح أخذهما صاحب غلامه خذهما إلى شاطئ الفرات أقتلهما وأتني برأسيهما الغلام أبا عليه قال أنا أسوي مثل هذا الفعل المنكر أنا أغضب ربي وأغضب نبي وأهل بيت نبي لا والله لا أفعل ذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبا عليه ذلك يقولون فحمل على غلامه فقتله استدعى ولده الولد هم أبا حمل على الولد فقتله إجدت النوب العجوز المسكين الضعيف تريد الدافع عن الطفلين الصغيرين فوكزها بسيفه ألقاها على الأرض أغمي عليها المسكين وأخذ الولدين صارا يتحدثان معه تريد تقتلنا ليش قال لي أحضب الجائزة جائزة عبيد الله بن زياد قال له لا طيب تريد فلوس يخذنا إلى السوق فبيعنا خوش عرض هذا لعلك تحضب ما هو أفضل من هذه لا لا أريد إلا جائزة عبيد الله بن زياد ما نفع قال له لطيب اخذنا إلى ابن زياد ينظر فينا نظره بأمره شوف شي سوي بينا ليش تقتلنا قال ليس إلى ذلك من سبيل لابد من قتلكما أخشى أن تهرب مني قال له لمن أهرب نبقى ما نفع وياه الكلام اللي هو لطيب إذا أنت طامع في جائزة عبيد الله بن زياد ليش ما تطمع في جائزة النبي يوم القيامة الله يجازيك النبي يجازيك قال جائزة جائزة بن زياد أولى عندي تهدين تهضميا زياد نوبي جو يتوسلون بالإنسانية بالإنسانية يمكن عنده شوية إنسانية ذرة من إنسانية قل له إذا كل شي رفض إرحمنا لصغر سننا أطفال صغار إرحمنا لصغر سننا قال ما جعل الله لكما في قلبي ولا ذر من الرحمة يا الله فلما أيسا منه قال إذا دعنا نصلي لله ركعتين قال صليا إن نفعتكم صليا إن نفعتكم الصلاة آجركم الله فلما فرغا منا أقبل الأكبر إليه قال يا هذا أقتلني قبل أخي ما أقدر أشوف أخي الصغير متعفر متخضب بدم قدامي ما أتحمل هالمنظر أقتلني قبل أخي فأقبل الأصغر قال لا بل اقتلني أنا قبله أنا ما أقدر أشوف مخضب بدمي قال لا عليك ما سأقتلكما معا أجركم الله فأخذ الأكبر منهما رفع سيف أهوامه على عنقه فصل رأسه عن جسده فلما فلما نظر الأخ لأصغر إلى أخي معذرا بدمائي ألقى بنفسه عليه يبكي وينتحن فأقبل فأقبل اللعين لم يرحم صغر سن فأهوى بالسيف على عنقه حتى فصل رأسه عن جسده وألقى بجسده على جسد أخي أيها مصيبته وسيداه آيا آيا جذب حسرا بثر حسرا والصدر فوق الصدر يشعب قلئ بل ينظر وإن تدفت الصخاب يصيح به داعة الله وأنا أخوي على الأثاء ينشع بقلبي من عايي ينهل وداج مهبرا أو يلو الرجس مالا قلب ولا رحم من الحال جذب سيئا فوق طعر سيئا وعفر فوق الأرمان والعجوز والعجوز تصيح نيش بإيدي عليكم يا الأطفال والدتكم ريت هيت عين جثثكم بالعراء يخالكم مذبوح ومكوم ركبا على الهزين والأبو مسلم عقوب ذبح يجر ونبح بالمدينة يمن العشير مغلق وخم مغفر وخال النزيل غلق وذيش المنازيل والأبواب مغفر ذاب قلب مكم عليكم داب هيت بشوت نوح ضاع وولادي به البار في طلب من يروح ليت لي بس فار قوني من الجسد تطلع الروح وإي لضاع وبالبار وبقيت وحد محيرا آي يا هذه تاما كوم تلوذ ببعضها ولكم نساء تلتجي اله 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 نسألك وندعوك بمحمد والها الطاعة لنقفر لنا ورحمنا عافنا وعفو عنا تب علينا أنك أنت التواب الرحيم نساء أسألكم جمع لمساجر قرية المرف جزاكم الله الخير وبرك الله فيكم أخواني الحاضرين أحفظهم فردا فردا أقضي حوائجهم وحمدهم شافي مرضان آل فقراء ميسر أمورهم سهل مطالب وهم المؤسسون لهذا الاستماع والافتماع تقبل الله وما منهم يأسني قبولك وأجرهم على ذلك بأفضل ما عندك اللهم صلى على محمد وآل محمد وأغذف شعة محمد وآل محمد في كل مكان فرج الله معنا وعنهم عن إخواننا المؤمنين أخواتنا المؤمنات المعتقلين بفرجك القريب العادل يا الله اللهم وعجل وليك الفرج وسهل له المخرج جعلنا من أنصاره وأعوانه مستشهدين بين يديه وفي جملة أوليائها مثل اللهم بحقه أنصرنا وارحمنا به يا غيات المستغيثين وخير الناصرين ورحم الراحمين إلهنا بحق محمد وآله الطاهرين وبحق المحترمة الفاتحة نهدي ثوابها لأرواح موتى المؤمنين ولمؤمنات صديقين والعلماء الربانين ومات على الإيمان والدين لهم جميعا رحم الله من يهدي ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات